شايفيتك من كل نواح الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول فلا شايفيتك هاد الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن فخلينا نشوف بشكل عام اول شيء بشكل عام حلو برج الحمل اه شايفة فيه نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك الخلينا نقول العملية اه وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل توازن يكون فيه عاطفة بالموضوع يكون فيه مشاعر اكتر فعم بتحاول انك توازن بين هدول الشغلتين كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا السترس يمكن عم بيأثر عليك فعم تعمل اللي هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لا كمان بالصحة شايفيتك بتفتح يعني خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت بوجهك عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت موجودة في حياتك اه كانت بتصدر لك الاوهام او كزا عم تكشفهم اه او انت كاشفهم من اول ولكن عم تتزاكع عم تاخدهم على قد عائلهم اه بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه على العمل او على العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا. فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك. عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هادا اه في هادا الفترة. شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا. في مثلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك اه رح شوي يعصف يعني اه على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون عمل على فكرة اكتر شيء اه ولكن هادا بالعكس هادا رح يفتح لك اه ابواب تانية اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع. اه فيه اللي هو خلاص يعني اه بطلت تتحمل عم بتغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما يجي. هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك. في هادا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا اه من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شيء وردها لك. حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق. فحاب بيغير باي وسيلة. عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بال بالعلاقات الاجتماعية. عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل. اه من الناحية العاطفية بشوفك اه واحنا رح نفتح الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون. اه فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في اه تقارب بناتكم. ولكن في شيء عم يمنع هذا التقارب. في حاجز معين. شايفي انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة. اه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية. هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من من البداية دائما يعني. اه ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة. شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة. حياة جديدة. اه وكأنك كنت في السجن يعني في اه سجن من الافكار. وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك. عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية. شايفي هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار. من بعد يعني اه من بعد حيرة من بعد اه اه محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن اه حدا ولا عن شي تاني. هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي اه مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين. بس الاكتر مفترقين عم بشوفك يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه. ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بين بينك وبين الطرف التاني. فطاقة حلوة بالعموم. هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن تكون اول اسبوعين من اكتوبر. شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء يمكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية. ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة. هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير من position من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير. شايف الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شي كان يعني حاطك في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن عم تتغير هاي الافكار وعم بيعملك بعدل اكتر. شايف في توازن بالعموم من كل النواحي ورق ايجابي بشكل عام. في شغلة في اخبار حلوة رح توصلك من ناحية العمل والمال. خلينا نشوف العاطفة مسلا شو لبرج الحمل شو نخبي له هاي الفترة حمل الله يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة الاحسن ابتداء من هاي الفترة اللي عم نفتح عليها خلي مقلوب اذا خلينا نشوف القراءة العاطفية اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه في كرمر رح تتحقق لك في اللي هو الكون رح يكون في اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تصير متدين اكتر يمكن عم تعمل مدتيشن هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما في عندك في العلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب انت شو شو حاطت في بالك في ناس حاطين في بالهم مثلا كارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل مع في ناس يعني بنفسهم ان الكارما انه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث في ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون في تطور عم بيكون في تحرك حياتك كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير في تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية خلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول طبعا حبايب القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية انك تنسى هذا الشخص ولكن انا ما شايفة فيه يعني ما شايفة فيه ابدا ما شايفة فيه اللي هو تشافي شايفة فيه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات اه بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير اه عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة اه بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توقم شو علي يمكن اه وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اه اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لأنه هون تحتها بالضبط ايج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايفة اتنين يعني شايفة اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايفة اتنين الثرف الثالث عم بيطير بعدين شايفيتكم التنين متل شخص واحد التنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال اه رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الورا اه هون بشوف طاقة شوي صبر اول الفترة رح يكون في عندك صبر معين بحب اخد كل الكرتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم بتحكي عنك من بعد اه عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك مساعدة من الكون عم بيكون في عندك روحانياتك هي شايفة ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في الناحية الروحانية بما اننا فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه ما بعرف هاي الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق وشو ما كان شكلها اه بشوف انك اه رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد اه مع انه فتحنا على العاطفة بس طلع لان كمان فلوس يعني اه كمان مال فعم بتكون اه لا يعني افضل اه ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها اه يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون اه في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقق كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل اه حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقق هون حكينا عن هذا الكرت اه اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس اه هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في اه نوع من اه عمل اه توازن يمكن بينك وبين اه لا بينش الطرف التاني وبين العلاقة السلاثية اه ولكن هو طلع مقلوب في فشل في هذا الموضوع وفي تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفة الناس اللي بتستنى رجوع بالعكس فهدول الكرتين عم بشوف كتير في رجوع اه عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة اه لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم ناري وطبعا برج الحوت حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا نصيحة وقت اشتركوا بوض encontrar